السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم حمداً لمن وفقنا إلى العلوم الروحانية عما خفي من المضمرات وعلمنا لساناً عربياً غير ديع وج كشافاً عن دقائق الإشارات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع منار الدين بحسام اللسان ولسان الحسام والخافض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين لنحو امتتال الملك العلام وعلى آله وأصحابه التابعين له على أنفسهم بالانتصاب للتنازع في إعلاء كلمة الإسلام وعلى من تبعهم بمحاسن الأفعال وشرائف أوصاف اليقين والإدعان والاستسلام أما بعد أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن هذا الدرس درسنا اليوم خالي عن الإطناب الممل وتجافيه عن الاختصار المخل وما فيه من حسن الترتيب وبديع التصريف وصنعة التعليم فهو للمتعلم هداية إلى صراط المستقيم ولطالما بدلت الجهد في إدارة النظر فيه وتصفحه ومراجعته وفرغت نفسي من مزيد التأمل فيه وكطرة الإكباب عليه ومذاكرته وتجردت له أقتحم موارد الصهر وأقتطف أزهار فوائد الفكر فجاد لي بأسرار مستودعات وتحقيقات وتدقيقات وتدقيقات شريفة وأبحات رائقات ولكن ذلك كله ببركة قراءته المرة بعد المرة وممارسته الكرة بعد الكرة على شيخي رحمه الله شيخ التحقيق والإرشاد والتوفيق رحمه الله فهو الذي أطلعني على محذورات أفكار عرائسه وأنشقني عرف مستودعات أسرار نفائسه وكيف لا وكيف لا وهو قد مارسه على الجبال الراسيات على الجبال المغربية الراسيات وأنفق فيه لديهم كثيرا من نفائس الأوقات فأقول وعلى الله حسن القبول نحن بني المغرب نحن بني المغرب أهل التقوى والجود نكر في الأعادي ككرة الأسود مكررها نحن بني المغرب أهل التقوى والجود نكر في الأعادي ككرة الأسود واليوم جئتكم بهذا الدرس النفيس هذا الدرس الذي هو من الكنوز المدفونة من الكنوز المدفونة هي السبع المتاني فتقول من يتقرأها تقرأها المرة الأولى تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا من لا يستحق الحمد سواه يا الله يا الله يا الله ثلاث مرات بجاه ألف الحمد لله وبجاه لام الحمد لله وبجاه حاء الحمد لله وبجاه سر الميم الحمد لله وبجاه سر الدال دال الحمد لله يا الله يا الله يا الله بجاه سر هذه الحروف أن تعينني على عملي هذا وتقضي حاجة وهي كذا وكذا أو حاجة فلان فلاني أو فلان الفلانية ثم تكتب هذا الجذوى الحروف الحمد لله وهو صالح للمحبة والعطف ولقضاء الحوائج وأمور لا تعد ولا تحصى وكيف لا وهي الفاتحة التي لا تجوز الصلاة إلا بها ننظر هو متمن متمن هو أمامك معمر بأل حمد لله لغة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وحروف الحمد لله حا هو أمامك ومحوط بقوله الحق وله الملك قوله الحق وله الملك هذا جذوى المتمن يعمل ويكتب في وقت سعيد على طهارة وإن كنت صائما فكان أحسن والبخور بعد إصراف العمار فعلا والتحصين والنية الصالحة كيف لا وهو كلمة الحمد التي حمد بها الله عز وجل ثم بعد الفراغ من الكتابة من كتابة هذا الجذوى المتمن تقول يا عالما بأسرار هذه الحروف فإنك أنت المحمود فلا محمود سواك أسألك أن تهيئ لحامل هذا الاسم الكريم أو لي هذا الاسم الكريم كل ما يريد أو كل ما أريد وصل الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الفضل والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير يا نعم المولى ويا نعم النصير تابعوا معي هذه السلسلة ففي الدرس المقبل إن شاء الله سوا فيكم برب العالمين برب العالمين ثم مالك الرحمن الرحيم ثم مالك يوم الدين ثم إياك إلى أن أنتهي من هذه السلسلة الحمدية الفاتحية اللي هي أخفوها المخفية لذلك سميتها بالكنز المدفون الكنز المدفون فهو من الكنوز المدفونة لكي لا يطلع عليها حتالة البشار لكي لا يطلع عليها السفهاء والأوباش وهذه أقول وعلى الله حص القبول لا تلعبوا بها تعملوا في الحالة للمحبة والعطف والتيسير وجلب المال البيع والشراء وكل ما الحمد لله هذه أمور لا جدال فيها لأنها من كلام الله عز وجل وإلى درسنا المقبل إن شاء الله دامت لكم الأفراح والمصرات وأعتدر لكم إن وقع مني خطأ أو غير والسلام